السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دي 23 في شهر 6 سنطرق اليوم للعديد من الأخبار وأولها أبدأ بالفاجعة دي المدينة بالارمو حادث دي السير لوقعات اليوم يا إخوان معرفة جر توفى على الإتر ديالها طفل مغربي اللي في العمر دياله 16 شهر وشابة مغربية في العمر ديالها 20 سنة الله يرحمهم وتعزين الحارة للعائلة ديالهم كيفما أنه غذين تكلموا يا إخوان على خبر مواطن مغربي آخر لحاليا يوصارعي إخوان في الإنعاش بالتحديد في العناية المركزة لأنه دي الحادثة دي السير من بعد ما أنه تسبب في الحادثة الأولى كان هربان وغلطوا قعي الحادثة الثانية غذين رجعوا نتكلموا كذلك إخوان للإنفجار اللي كان في بولتسانو شركة ديال الألومينيو الجاريح اللي كانت الحالة دياله خطيرة الشاب السنغالي توفي إخوان الله يرحمه وغامشوا نتكلموا على الحج في فقرة أكتر من رائعة علش لأنه غامشوا نتكلموا ونشرح لكم بالتفصيل أشنو اللي وقع في موسم الحج الأخير علش توفيه كتر من آلف ومئة ديال الناس وعلش الأغلب يديال هم مصريين مصري يا إخوان اللي حيدت الرخصة من 16 وكالة ديال الأصفار اللي كنت تعتبر هي السبب الرئيسي وراء هاد الفاجعة وغادي تشوفوا كل شيء إخوان بالأرقام كيفما أنه غادي نتكلموا على ذاك الشيء اللي يوقع في القيطاع ديالغزة وفي الشرق الأوسط إجمالا حرب ما بين إسرائيل وحزب الله تبدو وشيكا كيني إخوان تصعيد كبير في حين أنه المجازر مستمرة من جيش الكيان الصهيوني في القيطاع ديالغزة البارح ماتوا بزدية الناس واليوم كذلك سوف نشوفوا كذلك يا إخوان صورة من الفيديو اللي انتشر في العالم كامل وجميع نشارات الأخبار الغربية كتتكلم على كيفاش الجيش الإسرائيلي استاغل مواطن فلسطيني مدني كدرع بشاري وربطوا يا إخوان في واحد السيارة باش ميتمش الاستهداف ديالها سوف نتكلموا على أخبار أخرى وكيفما لعيدة كنم بغي شكركم جزيلة شكر للدعم ديالكم من القناة والناس سلمون بالشاركاش الشاركوا بشقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان سنتكلموا على الأخبار ديال الجالية المغربية وحوادث أخرى اللي وقعت في إيطاليا في الساعات الأخيرة ونبدأ بالحادثة ديال السير اللي هي الكلام ديال الصحف الإيطالية والنشارات الإخبارية المهم اللي بقعي إخوان اليوم مع الفجر في الطريق اللي كتربط مدينة باليرمو بمدينة شاكا طريق اللي هي معروفة كثيرا بالحوادث واللي تلقوا عليها الاسم ديال طريق الموت توفوفة يا إخوان اليوم مع الصباح بكري جوج ديال المواطنين مغاربة كنتكلموا على مواطنة مغربية الاسم ديالها السلمة وعنده عشرين سنة وطفل مغربي للاسم دياله عبدالرحيم وعنده ستاشر شهر يعني عام ونصف قريبا البقية ما كملهاش الله يرحمهم يا إخوان وتعزين الحارة للعائلة ديالهم وكيف ما تيقول سين دا كورها عائلة مندميجة عائلة اللي كنعرفهم من شحال هادي والجدود ديال هاد الناس يعني الناس اللي قدام فيهم في العائلة راه كانوا جول إيطاليا ربعين عام هادي وسكنوا في هذيك البلدية لأم ديالهم كانت كتخدم مساعدة في المنازل والأب كان كدير للميركاتو ولذلك عائلة اللي كعرفها كل شي في هذيك البلدية الصغيرة وكل شي كي يحتارمها اللي غادي يوقعي إخوان على حسن ما كتذكر العديد من الصحف وانا راه ما بغي نجبدي إخوان للصور لأنه الصور ديال الضحايا منتشر في المواقع وكبينه وفي الأخبار المهم إجمالا كانوا راكبا على هاد فيات اللي هي من نوع فيات بونتو وكانت راكبة السيدة اللي توفت الله يرحمها في الكرسي الأمامي حدا السيدة اللي كانت صيقة وشادة ما بيرجليها طفلي إخوان الصغير كي يقولوا كانت دار الصمتة ولكن الوقاية اللي جوا رجال الإسعاف غيل قواء إخوان هي والطفل خارجا من ججاج الأمامي ديال السيارة خرجوا إخوان وخارج السيارة وهم اللي توفاوا وما قضوا يدروا ليم تشي حاجة في حين أنه وكنوا جوج ديال الشابات وحدة سميتها مريم والأخرى سميتها كيارا بارليرميطانا من مدينة بارليرمو بطبيط حل في الأول كانوا كيقولوا بلا أنه هاد الشابة اللي عند عشرين عام الاسم ديالها سلمة هي الأم ديال الطفل ولكن هاد الأخبار تم نفي ديالها وتيقولوا بنسبة كبيرة السيدة اللي أمو هي مريم بواحد النسبة كبيرة هي اللي كانت على السياقة كيف ما كيكسب الكوريالي ديال السيارة فهذا الأسطوري إخوان بروفيو لارا قاتسا لقويدا ايرا لمادري ديال بامبينو ديساي ديشي ميزي يعني بواحد الإمكانية كبيرة هي اللي كانت السيارة المهم على حسب ما كيتبين ما معروفش إخوان كيفاش هاد السيارة ما خرجت فيها سيارة أخرى يعني الخبر أنا شفتو في الأول ما فهمتوش كن كيس حبل يستضموا مع شي واحد آخر إلا أنه تبين أنه مفقدوا السيطرة على السيارة ومشا دربة الحديد اللي هوية كبير هنا يا إخوان الحديد الجانبي اللي كان جنب الطريق واش ساعة الدرية اللي كانت صيقة أو أنها في الساعات الأولى ديال الصابح جاه النعاس المهم كيتكلموا على أنه النسبة ديال الكوحول في الدم كانت أكبر من المسموح به المهم جوش ديال درية سدهم المستشفى واحدة منهم ما معروف واش واش الأم ولا الصديقة الأخرى اللي كانت ركب اللور راه في العناية المركزة والحالة ديالها صعيبة اللي يدير اللي يمشي تاوي ديت الخير والله يرحم هاد الناس اللي يتوفى الأخت السلمة والطفل عبد الرحيم أما فيما يتعلق بخبر آخر غدين تكلموا يا إخوان عن الوفاة ديال أيوم لقدنا في الأيام الماضية أنه تلاحي إخوان في الميناء ديال ترياستي وغرق وتمي إخوان بقوا كي يقلبوا عليه ولقوا من بعد ساعات أو أيام المهم النصخة اللي كنا تكلمين عنها هو أنه الوقيت اللي هو يتلاح في البحر الأصدقاء ديالو هربو دريا اللي بلغاتي إخوان الرجال الشرطة والإسعاف هي الأخير اللي كانت معاهم تمايا مواطنة إيطالية اللي كيتبيين هو أنه الكوجينو ديالو هي إخوان ما معروش رشود الخالة أو ولد الخال أو ولد عمته أو ولد عمه المهم السيد اللي كعرف هنا في إيطاليا هو اللي غي تكلف بيه حاليا بش يرسل تجميل إلى المغرب بش يتدفن ولكن العائلة ديال أيوب الله يرحموا لي توفي إخوان في هذا الميناء سوى العائلة اللي كينا في إسبانيا أو اللي كينا في فرنسا أو ألمانيا كان لني إخوان بغني عرفوا الحقيقة حول الوافاة ديالو علاش دوك الأصدقاء أهربو وأشنو كانوا خازنين وعلاش أيوبي إخوان تلاح أو أنه وشلاحوا شي واحد يعني أشياء اللي هي بغني عرفوا الحقيقة ديالها المهم كان الكاميرات غدي حاولوا أنهم يأخوان يشوفوا أشنو ليسجلوا وكيف مكان الحركة نذكروا المنطقة اللي كانوا داخل الليها راه منوع أنهم يدخلوا لها وكانوا ذريل لها كذلك واحد الحاجز واحد القرياج باش يمنعوا الناس أنهم يدخلوا أما في خبر آخر اللي عنده علاقة بالشركة ديالالومينيو اللي كاني إخوان في مدينة بولتسانو واللي كان وقع فيها انفجار تكلمني على أنه كانوا استدية الجرحة أربعة الحالة ديالهم خطيرة واحد منهم كان في العناية المركزة وكانت الحالة دياله خطيرة للغاية هو اللي في الصورة يا إخوان مواطن سينيغالي عنده 31 سنة الأخبار اللي كتوصلي إخوان من المستشفى ديال مدينة بيرونا هو أنه هاته السيدي إخوان توفى اليوم بسبب الجروح والحروق الخطيرة اللي كانت عنده هو سريعني إخوان ما بينت أنه الحالة دياله خطيرة ولذلك توفى اليوم من بعدي إخوان صراع ما بين الحياة والموت الله يرحم هات الشاب بإخوان وتعزين الحارة للعائلة دياله بطبيع الحال كنت تكلموا عليه هواية من بين ربعا ديال الجرحة للحالة دياله مخطيرة كين شاب آخر اللي هو يدائما سينيغالي وكين كذلك شاب تونسي ما بين جرحة للحالة دياله مخطيرة الله يشافيهم أما خبر آخر يا إخوان هذر غا تكونوا تذكروهم زيان كتعقلوا على الفيديو اللي كانوا معانقا فيه ثلاثة ديال الشباب اللي فضع لهم يا إخوان الواد هذو كتكلمنا على أنه جوجية الفاشايات كانوا ديجلقوهم في الأيام القليلة اللي من بعد يعني يومين ثلث يام من بعد وكانوا داروا ليهم الجنازة ودفنوهم ودوهم البلادهم رومانيا في حين أنه الشاب الواحد اللي مقى مخطافي هو الشاب اللي كان معاهم وما كانوش لقوه نهائيا اليوم يا إخوان الرجال المطافئ ديال المنطقة كيتكلموا على العطور ديال واحد الجثمان ديال الرجل من بعد ما أنه داروا لي التحاليل كيتبين بلا أنه فعلا يا إخوان ديال الشاب اللي كان هذك النهار هو وفتيات رطبيت حل سيري إخوان على حسن ما كيشرحوا دائما لقوه على بعد أمتار قليلة على المكان اللي كان فيه وكيف مكتشوفوا معاي فهذا البلاسة يعني كأنه يا إخوان دخل ما بين الصخر وبسبب نزول المستوى ديال النهر تمكنوا أنهم يوصلوا لهذا النقطة اللي سابقا كالمستوى ديال المياه مغطيها وما كانوش قادروا يوصلوا ليها ولذلك لقوه دبا حاليا وهو آخر يا إخوان الناس اللي كانوا كيقلبوا عليهم بطبيت الحلسين داكو قال لك للأسف اليوم رهتم العطور للأسف لأنه كان كيت تعتبر ما بين المفقودين وكانت إمكانية أنه يكون مازال عيش ولكن ركف مغالسين داكو للأسف رهتوفى أما آخر خبر اللي غدين تطرقوا لي وهذا صراحة نوعا ما غريب خبر يا إخوان اللي وقع في البوادي اللي قراب من البلدية ديال ماتسانو كنت تواجدي إخوان في شمال إيطاليا بالضواحة ديال بريشا المهم اللي كيني إخوان هو أنه مواطن مغربي محتاج الدعاء ديالكم والله يشاف فيها إخوان حاليا رأى في العناية المركزة من بعد واحد الحادث اللي كان صعيب وصعيب بزاف كانت السيارة الإخوان دياله السيارة دياله استاضمات بجوج ديال الشجرات اللي كانوا جنب الطريق وهذا الاستضام راه كان عاني في الدرجة أنه الناس إخوان اللي ساكنة بقرب هذا المكان سمعات هذا الاستضام وهي لعيطة الإسعاف كيتبيا وهذا الشيء نقول لكم نوعا مغارب كيتبيا بلا أنه المواطن المغربي قبل ما يدير هاد الحادثة كان دار حادثة أخرى تانية مع مواطنة إيطالية الوقاية اللي ضربها يا إخوان من اللور ضيفه فيه هواية نزل عندها وقال لها بلا أنه أنا رأي نخدام طولي يعني كي قاد السيارات وكيصلحها وقال لها بلا أنه أنا غادي نتكلف لك بالإصلاح ديال السيارة ديالك عير تبعيني المحل المهم الوقاية يا إخوان اللي يركب وزاد قدامها عير كانت يا إخوان ربما خدعة باش يهرب منها باش يفلت من البوليس أو منتقية ديالكوستا المهم الوقاية اللي هرب يا إخوان على السيدة رأي كان كثيرة بزاف وأثناء هاد الهروب غا يصطادم يا إخوان بجوج ديال الشجرات والحالة دياله رهاجد تحارجة في المستشفى حاليا الله يشافي فهذا الفقر يا إخوان غاديمشوا نتكلموا على الجديد ديال الأخبار حول موسم الحج والعدد ديال الحجاج اللي توفاهوا أثناء تأذية ديال مناسك الحج اللي رسميا لعدد ديالهم يا فوق آلف ومئة حاج وحاجة اللي توفاهوا إخوان في هذا الحج الأخير بطبيق الحال الخبر يا إخوان رأي كيد داولوا الصحف الدولية والعالمية وكذلك حتى في المشارات الإخبارية في إيطاليا رأي تكلموا على الموضوع وإحنا غا مشو تكون عندنا يا إخوان إطلالة سريعة على هاد القادية لأنه الموسم ديال الحج كيخلي أنه الحكومة السعودية يكون عندها مداخيل تقدر بحوالي 15 مليار ديال دولار 15 مليار ماشي مليون مليار ديال دولار قيمة مالية خيالية الدخل الرئيسي يا إخوان هي الكلفة اللي كيخلصوا الحجاج باش يحصلوا على الفيزا ديال الحج اللي هي غالية بزاف في إيطاليا أرى واصلة 7.000 في 8.000 أورو وفي المغرب رأي هاد العام كيلي خلص عشرة المليون باش يبشي الحج ارتبيط الحال الناس اللي توفوا يا إخوان اللي قلنا عليهم 1.100 لأغلبية ديالهم مصريين والسبب الرئيسي حول الوفات ديالهم هو يا إخوان الطريقة اللي حاولوا أنهم يتفادوا بها النفقات الغالية ديال الحج ارتبيط الحال قبل ما مشو نشوفوا بالتفاصيل أشنو اللي وقع غنبغي نوريكم الحوادث اللي كانوا في موسم الحج في السنوات الماضية إلا مشي نبدين يا إخوان من سنة 1975 هنا يا إخوان من بعد ما أنه غين دالع واحد الحارق ضخم في المخيم للحجاج غيتوفاو 200 شخص أما في سنة 1987 غتكون مظاهرات ديال الحجاج الإيرانيين اللي غتق معها القوات الأمنية السعودية وغيتوفاو 400 شخص 275 منهم إيرانيين في حين أنه في سنة 1990 34 عام هادي غيكون واحد تدافع كبير والتدافع على من بين الأسباب اللي كيتوفاو في هالناس في الحج غيكون تدافع كبير في النفق بميناء وحد الغار أعلاش لأنه نظام ديال التهوية غيخسر ليهم وغيموتوا تقريبا مخنوقين 1426 شخص سنة 1994 غيتوفاو 270 شخص بسبب إخوان التدافع في رمي الجمارات في حين أنه في سنة 2004 غيتوفاو 251 شخص في التدافع في ميناء أما سنة 2006 عامين من بعد غيتوفاو 364 في التدافع دائما فرمي الجمارات نفس الماكاني إخوان في سنة 2015 وهدي أكبر فاجعي إخوان وقعت في الحج هوي إخوان وفات حوالي 2300 شخص علاش لأنهم كان تدافع فرمي الجمارات دائما سنة 2015 أرغضي تطيحي إخوان واحد لقرو وغادي تقتل 111 ديلة الناس كيف ما كتشوفوا معايا هاتشي كامل وقع لأسباب تنظيمية المشكلة ديالة السعودية إخوان هو أنه كتحاول تفادى الإزدحام ديالة الناس وكتحاول تنظم بطريقة اللي هي مزيانة هاتشي لجدير الفيزا فيزا غالية صراحة وربما بإمكان سلطات السعودية أنها تنقص من القيمة ديالها ولكن همتي يقولون كراكين تدخم وكين بزاف ديالة المصاريف هاتشي عليش غالية ولكن إجمالا كي يحاولوا أنهم يخليوا عير الناس لعندهم فيزا ديالة الحجر باش يتفاداوا مشاكل من هاد النوع رغم أن واحد الجهة هم رع عندهم الحق ولكن إلا جينا نشوف الأرقام الأخرى وذك الشريقة اليومي إخوان رئيس الحكومة المصرية تكلم على أنه فيما يتعلق بالوفايات في الصفوف ديالة المصريين للعدد ديالة كان سمية وتمينية وخمسين سمية وثلاثين كانوا بلا فيزا ديالة الحج وقبل أنه رأس حرنا الرخصة من 16 وكلة ديالة الأصفار كانوا كينضموا إخوان موسم الحج بطريقة غير شرعية وبتمان لهواية أقل وبكثير من تمان الرسمي بطبيعة حال غايحيدوا لهم الرخصة غايحاكموهم بواحد نسبة كبيرة غايبشيهم ما لها للحرص وكذلك غايقوهم بتعويض العائلات اللي فقدوا الأفراد من العائلات ديالهم بطبيعة حال أشكانوا كيدروا هاد الناس وكيف ما كتشوفوا معايا العدد ديال المصريين راه كبير إلى حيثنا 28 شخص الاخرين كامل اللي إخوان توفاوا لأنه تكرفسوا راه كانوا كيمشيوا كيحطوهم يا إخوان كيوصلهم للسعودية وكيحطوهم خارج مكة وتيقولوا ليهم دبروا ريوسكم سيروا قلبوا لكم على الوطيلات تصيروا قلبوا لكم على الطبيسات تصيروا قلبوا لكم على أشياء للوكالة ديال الأصفار خاصة هي لتوفرها واللي هي داخلي إخوان في الكلفة ديال الفيزا ديال الحج هاد الناس ما كانوا شكي خلصوا داك الفيزا ولذلك كيف ما كيعودوا الأفراد ديال واحد السيدة ميصرية اللي توفات نهار الحجي إخوان نهار اللي كان خصوم يمشوا الميناء حطها الكار بعيدة 12 كولومات وقال لها كمين على رجلك هما قال لك أنك نعيطوا لها عبر تقنية الفيديو كيشوفوها كيقولك في مكان عيطوا كتكو بالمعنى راسها والحالة ديال كانت صعيبة وكانت كتبين عيانة حتى المكالمة الأخيرة بان فيها العياب بزاف ولحظات من بعدي إخوان غادي توفى بسبب هذا الجهد الكتير اللي دارت وبسبب الحرارة المفرطة اللي كانت اللي وصلت ل 52 يعني بهذا الطريقة الناس يا إخوان في عوض ما أنها تدير المناسك ديال الحج والأضحية ديال العيد هما كيضحوا بريو الصمي إخوان ولذلك اللي دار الشيوديت الخير على فكرة الحج في مينصر راكيكلف ما بين 5 مليون حصلت 9 مليون في المغرب راه الناس اللي بشتها العام على الأقل كيلي بشتها بـ 8 كيلي بشتها بـ 10 فأوروبرا كيكلف حوالي 8 مليون بلا من تكلموا عن نفقات ديال ريقالي والهدايا ودك الشي ولذلك منك نقولوا 5 مليون في مينصر راه كتير وكتير بزاف راه صراحة عير مش عطيكم فكرة الحج راكيتم تقسيم دياله كتجي السعودي وكتقول ليهم الدولة الفلفلانية عند الحق في هذا وهذه عند الحق في هذا ما يصرف سنة 2023 خاصات لها العربية السعودية 72 ألف فيزا ديال الحج عرفتوش حمل واحد بشي إخوان بفيزا ديال الحج يعير 32 ألف 40 ألف مخدوهاش وربما خرجت فيهم القرعة وسمحوا فيها علش لأنه الكلفة كانت كبيرة وكبيرة بزاف نفس شي إخوان وقع في الأردن الأردن ده بحالي راكت حاكمي إخوان بعد الوكالة ديال الأصفار اللي قاموا بنفس القضية في حين أنه في تونس الرئيس التونسي أقال الوزير ديال الشؤول الإسلامية على وفاة حوالي خمسين حاج تونسي لتهم أي أخوان الأغلبية ديالهم بشاء بيدون فيزا ديال الحج وراء مني كنقول الفيزا ديال الحج أرى دخل فيه يا إخوان هذك الخزين لك تكون فيهم الكليمة أرى دخل فيهم الطوبيس لفيه الكليمة أرى دخل فيه طيلة دخل فيها الأكل دخل فيها كل شي الناس يعني كتنقل وعندها اللوجيستيك وعندها الرعاية الصحية وعندها يا إخوان السبيطارات وعندها لسوران الصحية كل شي دخل في الفيزا يعني ناس اللي من غير الحرارة ما كانش عندهم شيء تكرفيس آخر أما هذو كل اللي قادم بفيزا ديال السياحة راه تكرفسوا يا إخوان بما تحميله الكلمة بن معنى فهذا الفقر يا إخوان غذين تكلموا على أهم الأخبار اللي كتجين من القيطاع ديالغزة واللي وقعات في 48 ساعة الأخيرة بحكم أنه بالأمس ما اضطرقناش للأخبار ديالقاط ديالغزة وغان نبدو يا إخوان بهات الصورة اللي حاليا هو في حقيقة الأمر فيديو ولكن القوانين ديالي يوتوب كتمنع يا إخوان محتوى من هذ النوع غان نوريكم الصورة اللي هي إخوان ديالدبابات أو سيارات ديالجيش الإسرائيلي اللي كانت يا إخوان في الشمال ديالدفة الغربية بالقرب من مدينة جينين واللي من بعد ما أنهم ضربوا يا إخوان شاب فلسطيني كان مضروبي إخوان بالرصاص الحي غيهزوه وغيربطوه يا إخوان فات الشاحنة باش يستعملوه كدراع بشري باش يقدروا يدوزوا يا إخوان ويخرجوا من ديك المناطق بطبيعة حالشيء من هذ النوع أتار الغضب ديالبزة ديالبزة ديالت المواطنين نحو العالم كادرع بشري الوحيدين اللي كي يستعملوه الإنسان كدراع بشري هو هو الجيش الإسرائيلي بطبيعة حربطوه يا إخوان حتى اخرجوا من هذ المنطقة ومن بعد علا حسن ما تيقول الجيش الإسرائيلي تم تسليم فعلا دياله إلى الهلال الأحمر من أجل علاج دياله بطبيعة الحال الجيش دائما وحيث من نكي وحال أشنوه تيقول تيقول بلا أنه الخطأ راه ديالدوك الجنود اللي محترموش لبروتوكل ديالجيش ولكن رأى جميع ذلك الانتهاكات اللي كنشوفه والتعدي اللي كيكون على المسلمين ولا على بيت المقدس في الأخر تيخرجو تيقول لك حقا أرى ما كاشل احترام دي البروتوكول هاد الشي بطبيعة حال إلى الفيديو يا إخوان خرج أما كنما كانتش واحد الكاميرا أو واحد تلفو اللي كيصور هاد الشي رأى ما كناش غنعرفوا عليه التشي حاجة بطبيعة حال مش نتكلموا على الأخبار الأخرى اللي من بينها اليوم يا إخوان كين كتائب أخرى اللي هي في العراق دائما شيعية اللي كتبين على النية ديالها وكتقول احنا مستعدين أننا نلتاحقوا بحزب الله في حالة اندلاح حرب مع إسرائيل طبي حال حسن نصر الله مني تكلم في الأيام الماضية قال بلا أنه احنا عدنا عدد كافي من المقاتلين باش نقدروا أننا نواجهوا إسرائيل العدد اللي عدنا ما غنستعملوهش كامل يعني عير جزء من داك الناس اللي عدنا هم اللي غنستعملوه فهات الصراع وراه كين مقاتلين ديالكتائب أخرى اللي هي خارج لبنان اللي كتقولين احنا نرى مستعدين أنا نوصلوا عليكم ولكن احنا كنشكروهم وتنقولوا ليهم مره عدنا الأرقام الكافية وعرف لبنان راكي العدد الكافي وعلى ذكر اللبناني يا إخوان صحيفة تيليغراف البريطانية خرجت اليوم يا إخوان كتتكلم على أنه المطار الدولي ديال العاصمة بيروت اللي اسميته المطار الدولي رفيق الحريري كيتم لإستعمال دياله من حزب الله باش يجيب به أسلحة من إيران وبطبيعة الحال الشيء اللي نفاهه جملة وتفصيلا وزير النقل اللبناني وقال بالله أنه احنا راكي ندعيو هات الصحيفة البريطانية وممكن لي الصحف تجي وتدير جولة في المطار وتشوفه شفيع لنكي ينشي أسلحة حول الله حسن نصر الله اللي هو إخوة الأمين العام دي الحزب الله كانت تكلم سابقا على أنه رغم أنه إسرائيل كانت تقوم بالقصف ديال مناطق اللي كان في سوريا إلا أنه ذك الشيء اللي خاصه يوصل لحزب الله أراه يوصل وبالكمية الكافية يعني إذا ما كنت رغم الجهود ديالكم للتصدي للعملية دي الإيصال الأسلحة من إيران لحزب الله أراه كل شيء يوصل في الآخر مهم غادي نتكلمو كذلك إخوان على أنه في آخر يومين وخصوصا بالأمس لعدد ديال الفلسطينيين اللي توفواوا إخوان على الإطر ديال القصف ديال الجيش الإسرائيلي الهامجي أراه يوصل لي إخوان إلى مئة شهيد ناس لي هما يا أبرياء مدنيين وكيف ما قال لي إخوان المسؤول على السياسات الخارجية ديالتحاد الأوروبي جوزاب بوررال قال بلا أنه البارح كان من أكثر الأيام دموية فيما يتعلق بالحرب منذ أكتوبر الماضي راه توفوا مئة الفلسطينيين وحرب ما بين لبنان وإسرائيل راهوشيكا ناهيك على أنه اليوم يا إخوان أخبار اللي كنت نشرها قناة الجزيرة كنت تكلم على أنه مولدات ديال الكهرباء هذو كل مماطر اللي كنت تكفيهم اللي يصانسوا كيولدوا الكهرباء تمن ديالهم يا إخوان ارتفع كثيرا في إسرائيل وبندم ما بقاش لاقيهم علاش لأنه كين مخاوف كبيرة أنه الحرب غدي تندالع فعلا مع حزب الله وحزب الله هددهم قال ليم إلا مشا تنداعس وحد الحرب غدي نقصفوا لكم المولدات ديال الكهرباء وكذلك المنصات اللي كتجبدوا منها الغاز وسط البحر الأبيض المتوسط والملشاءات الأساسية ووزراء إسرائيليين خرين كيردوا يا إخوان على هذا التهديد وتيقولوا الحزب الله إلا قطعتوا علينا الكهرباء لمدة ساعات فغدين قطعوا على لبنان لمدة أيام وأشهر طبيعة حال كنت تكلموا على حرب اللي هي ربما واشيكة لأنه كين تصعيد كين قصف ديال حزب الله لإسرائيل وإسرائيل كتردي إخوان وكتقصف حزب الله إجمالا على حسن ما كذكروا الصحف الغربية يحيى السنوار اللي هو القائد ديال العمليات العسكرية وهو اللي كخطط الحرب اللي كان في قطع ديالغزة كيقولوا بلا أنه ما عندوش نية ولكن هذه إخوان أنا لا أضم لأنه حماس واضحة بغض مانات أمريكية أنه الحرب ستوقف في قطع ديالغزة ومن غدة يدروا الإمضاء على وقف إطلاق النار ويدروا العمليات ديالتها بعده الأسرة هاتشي حماس بجاميع إخوان المسؤولين ديالها كانوا واضحين فيها إلا أنه الصحف الغربية كتقول لك يحيى السنوار ما بغيش يدير وقف إطلاق النار وما بغيش يدير الاتفاقية وبغي يربح الوقت لأنه بنسبة له غادي تندال الحرب ما بين حزب الله وما بين إسرائيل وفي هذه الحالة رأي إسرائيل غادي تضعف كيف ما كان الحال أما مصادر عسكرية إسرائيلية كنت تكلم على أنه الجيش إن هاي إخوان العمليات دياله فرفح اللي كانت مسطراها السياسة يعني كانوا شي عملية خاصهم يقوموا بها خاصهم يداروا في ضرف السادية الأسابيع داروهم في كتر من السادية الأسابيع ولذلك ذك الشي اللي كانوا بغيان يديروا فرفح راه داروه وساله وده بحال يعني إخوان النقاش الكبير اللي كان هو ما بين ناطانياهو وبايدن ناطانياهو في الأيام الماضية وتكلمنا على هاتشي راه سجل واحد الفيديو كيتهم فيه أمريكا أنه ما بقيتش كتصافة السلاح كيف ما كانت كتصافة سابقا وبايدن يا إخوان وكذلك البيت الأبيض نفاو وقالوا بلا أنه ذك الفيديو راه مقلق ومخيب للآمل يعني ما حلمنوه شي إخوان نهائيا أنه ناطانياه يدير فيديو من هذك النوع اليوم ما ناطانياه في إجيماع جديد تكلم على أنه أمريكا ما بقيتش كتصافة الأسلحة كيف ما كانت كتدير سابقا وعلى حسب مصادر أمريكية الأسلحة اللي كتوصل لإسرائيل حاليا أراها ناقصة مقارنة بالبداية بنسبة 50% يعني كوصلوا معرمص ديال داك الشريكا كوصل في الأول من بي الأسلحة اللي تحيدات هم هذك القنابي اللي كتوزلطون يا إخوان حوالي 930 كيلو جرام والأسبب اللي خلت أنه الأسلحة تناص هو أنه في الأول كانوا كيسيفتو يعني الأمريكيين كانوا كيسيفتو أسلحة لإسرائيل بدول موافقة ديالكونغرس البرلمان الأمريكي ولدالك دا بخص داك الشي دوس في الموافقة يعني الأمور إخوان بدأت كتنقص